عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة تجامع بريكس التي نعقدت بروسيا الاتحادية كان الرئيس السيسي قد شارك في جلستي عمل في إطار فعليات قمة دول تجامع بريكس كما شارك الرئيس السيسي في قمة بريكس بلاس والتي تضم بالإضافة إلى دول الأعضاء في بريكس الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجامع على مدار ثلاثة أيام شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول بريكس المنعقدة بمدينة قزان بدول تاتارستان إحدى دول جمهوريات روسيا الاتحادية وهي القمة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة مصر كعضو في التجمع منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري هذا وقد استعرض السيد الرئيس خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليا وإقليميا وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا وعلى هامش القمة عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من اللقاءات مع قادة وزعماء دول العالم الرئيس فلاديمير بوتن رئيس روسيا الاتحادية الرئيس الصيني شي جينبينغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس سيريل رامفوزا رئيس جنوب أفريقيا وعقب انتهاء فعاليات القمة غادر السيد الرئيس مطار كازان عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن اشتركوا في القناة